موسيقى الشرطة النمساوية تقتل مسلحا في فين هاجمهم ببندقية روسية حزب الشعب يرفع دعوتي إساءة واستخدام السلطة للدوازيرة للبيئة المفوضية الأوروبية تنتقد سياسة النمسا الضريبية والاعتماد على الغاز الروسي منظمات دولية في النمسا تدعو لتوفير فرص في سوق العمل للاجئين ووزارة الصحة تلزم شركات الأدوية تخزين الأدوية لأربعة أشهر وأخيرا النمسا تشهد اكتمال أكبر محطة طاقة شمسية بقدرة 118 ميجا واط مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم إلى تفاصيل النشرة قتلت الشرطة النمساوية رجلا مسلحا ببندقية آكا 47 الروسية وذلك بعد أن هدد الناس بالشارع في فيينا بواسطة سكين سم عاد إلى منزله وتحصن به وكان الرجل يحمل سلاحا طويلا واشتبه في وجود متفجرات بشقته مما استدعى إجلاء السكان المجاورين له ولذلك أطلقت الشرطة النار على الرجل بعد أن حاول استهداف الشرطة وتبين أن البندقية نسخة مقلدة من آكا 47 الروسية ولم يعصر ولم تعثر الشرطة على أي متفجرات وبدأت الإدارة الجنائية تحقيقاتها فيما تظل الدوافع وهوية الرجل غير معروفة رغم الاعتقاد بأنه نمساوي يبلغ من العمر 39 عاما قدم حزب الشعب النمساوي دعوة ضد وزيرة البيئة ليونورا جيفيسلر من حزب الخضر بتهمة إساءة استخدام السلطة ويتهم حزب الشعب جيفيسلر باستخدام صلاحياتها بشكل مسيء عن عمد من خلال موافقاتها على لائحة إعادة تأهيل الطبيعة في الاتحاد الأوروبي دون توافق مع الولايات ووزارة الزراعة التي يقودها حزب الشعب ورغم تداعيات الموافقة على استمرار الحكومة قرر المستشار كارل نيهاما عدم إنهاء الائتلاف وسيقدم حزب الشعب طعنا بالبطلان أمام محكمة العدل الأوروبية ودعوة إساءة استخدام السلطة إلى النيابة العامة في فين بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات عقابية ضد سبع دول بالاتحاد الأوروبي بما في ذلك فرنسا وإيطاليا بسبب ارتفاع الديون الجديدة حيث أعلنت الهيئة المسؤولة أن هذه الدول تعاني من عجز مفرط كما انتقدت المفوضية النمسا لاعتمادها الكبير على الغاز الروسي وأصرت على تسريع تطوير الطاقة المتجددة وأضحت التوصيات أن عدم وجود استراتيجية واضحة لفصل الغاز الروسي يجعل إمدادات الطاقة في النمسا عرضة للخطر كما تم انتقاد النظام الدربي في النمسا باعتباره نظاما معقدا من التحويلات بين السلطات الفيدرالية والإقليمية في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي للاجئ طالبت المنظمات غير الحكومية في النمسا بتوفير فرص عمل للاجئين مشيرة إلى أنه وفقا للأمم المتحدة يوجد بائة وعشرين مليون شخص نازح حاليا ودعت منظمات الإغاثة كاريتاس ودياكوني إلى زيادة فرص العمل المتاحة حيث أكد أسقف كارتنر جوزيف ماركتيز على أهمية مبادرات التكامل مشيرا إلى أن العمل يعتبر أفضل طريقة لإكتساب اللغة والثقافة المحلية وطالبت مديرة دياكوني ماريا كاتارينا موزر بإصلاح جزري لسياسة الاندماج مشددة على ضرورة إعداد خطط عمل محددة لدمج اللاجئين في سوق العمل بسرعة وبفاعلية أعلنت الحكومة النمساوية عن إلزام شركات الأدوية بزيادة مغزونها من الأدوية الحيوية لضمان توفرها خلال فصل الشتاء بما في ذلك الأدوية لعلاج البرد والتهابات الرئة ويشمل القرار تخزين ما يكفي من 700 دواء أساسي لأربعة أشهر ويهدف لمنع نقص الأدوية خلال الفترة الحرية وقد تمت الموافقة على القرار من قبل المفوضية الأوروبية بينما أعرب اتحاد شركات الأدوية عن تحفظاته بشأن الفاعلية الكاملة للقرار في تحقيق هذا الهدف وتسعى الحكومة إلى حل أوروبي لضمان توفير الأدوية على مستوى الاتحاد الأوروبي تنضم محطة نيكلس دورف في بورجلاند إلى العمل كأكبر محطة للطاقة الشمسية في النمسا بقدرة 118 ميجا واط ويغضع القسم الثاني لجنوب نيكلس دورف حاليا للتشغيل التجريبي ومن المتوقع دخولها الخدمة بالكامل قريبا حيث بدأ القسم الأول نيكلس دورف الشمال العمل بقدرة 42 ميجا واط في 2023 والقسم الثاني بقدرة 76 ميجا واط المحطة الهاجينة تجمع بين الطاقة الشمسية والرياح مما يعزز كفاءة استخدام شبكة الربط الكهربائية وتمثل هذه المحطة خطوة جديدة نحو تحقيق الحيادة الكربوني للنمسا بحلول عام 2040 كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفو جرات على هواتفكم كنت معكم أنا ممدوح مكين شكرا لحسن المتابعة أمسيا سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة